ولتصلة ضوء أكثر على آخر المستجدات السياسية وحراك الكتل للخروج من الأزمة الحالية معنا من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي والبحث في الشأن السياسي نسيم عبدالله ومن أربيل عضو مجلس النواب السابق والسياسي المستقل هو شير عبدالله أرحب بكم ضيوفي الكرام سيد مناف أبدأ معك وأسألك برأيك توقعات التيار الصدري كيف ستكون لمخرجات جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنتظرة يوم غد وإن جاءت هذه الأحكام على غير هواء التيار الصدري ما هي الخطوات المتوقعة سيد زينة في البداية أنا أحييك أحيي ذفك الكلام الجميع متابعين ومشاهدي قناة الحرة بالتأكيد اليوم التيار الصدري يقود حراكا شعبيا وهذا الحراك اليوم تحول إلى اعتصامات بالتالي عدم الاستجابة وعدم إقرار المحكمة الاتحادية بحل البرلمان لا يلغي شيء يبقى الحراك متواجد ويبقى الاعتصام متواجد لحين إيجاد حل لتمثيذ منطالب المتظاهرين نعم أنتقل إليك سيد ناسيم وبرأيك عما ستتمخذ عنه جلسة المحكمة الاتحادية يوم غد وكيف تتوقع أن تكون ردود فعل الإطار التنسيقي لو أقرت المحكمة بحقية حل البرلمان وهناك تجاوز على المدادة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بالتأكيد اليوم الإطار يؤمن بمسألة قرارات المحكمة الدستورية وهو سائر باتجاه الدستوري لحد الآن أعتقد الكل متفق على أن الخيارات الدستورية هي الحل أما حقيقة الآن قبل كم يوم كانت هناك زيارة الحاج هاد العامري يحاول أن يسير باتجاه آخر اليوم في حالة ابقاء الحال على ما هو عليه ليس أمام الأطراف الأخرى أطراف العملية السياسية نجحت هذه زيارة في مساعيها أم تخفقت؟ بالتأكيد اليوم الإطار التنسيقي من غير ممكن أن يسعى باتجاه تشكيل حكومة بمعزل عن الأطراف الأخرى الإطار التنسيقي بحاجة إلى مجسور من الثقة مع الأخوة في السيادة والأخوة في قليم كردستان وأعتقد كانت هناك بوادر نجاح لهذه الزيارة اليوم المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو حسب رؤية الإطار على أننا يجب أن نسير بتشكيل حكومة بالاتفاق مع الأخوة في التيار الصدري بعد هذه المفاوضات التي فوض أن يقوم بها السيد العامري مع باقي الكتل السياسي هل هناك عودة ولقاء مع السيد مقتدى الصدر لنقل رأي الكتل السياسية بمطالب التيار الصدري؟ بالضبط اليوم اتفاق الأخوة الكرد على شخص رئيس الجمهورية قد يجعل الإطار قريب من الأخوة في التيار الصدري يعني يعطي فرصة للحوار في المرحلة القادمة اليوم عدم اختيار رئيس الجمهورية يجعل الإطار التنسيقي مع الأخوة في التيار الصدري على الأقل يجبرهم للجلوس على طاولة الحوار اليوم بقاء الحال على ما هو عليه يبقي المشهد حقيقة يبقي المشهد السياسي معقد وقد يجر التيار والإطار إلى مسار آخر المتوقع هو اتفاق الإطار مع الأطراف الأخرى من أجل الاتفاق على رؤية في المرحلة القادمة وأعتقد هذه الرؤية تكون بالاتفاق مع الأخوة في التيار الصدري يعني نهاية هذه الرؤى والأفكار والأفكار التي تم الاتفاق عليها حتما سوف يتم الاتفاق مما بين الإطار والأخوة في التيار الصدري على مخرجات على الخروج من هذه الأزمة سيد هوشيار أنتقل إليك وأسألك أين برأيك يقف الأكراد من قرار المحكمة الاتحادية يوم غد يعني ماذا يتوقعون وما هي القرارات التي يفضلون أن تصدرها هذه المحكمة وإلى أي جهة حاليا الكرد هم أقرب جهة الإطار التنسيقي أم التيار الصدري تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة ولضيثيك الكريمين أنا أعتقد هناك تبايل في آراء وهناك انقسام واضح وصريح داخل البيت الكردي خاصة فيما يخص كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني وإتحاد الوطني الاتحاد الوطني اليوم صرح بأن هناك على الأقل رؤاهم وتوجهاتهم قريب من الإطار التنسيقي وهناك نوع من القرابة أو على الأقل نوع من التماهي بين التيار الصدري وحزب الديموقراطي الكردستاني يعني مثل ما قلت يعني هناك نوع من الانقسام بين الحزبين الرئيسين وفيما يخص الأحزاب الأخرى خاصة المتواجدة في البرلمان الاتحادي فيما يخص جيل الجديد أنا أعتقد أيضا لديهم رؤية واضحة فيما يخص استفافهم مع المستقلين ومع نوع من الاحتفاظ بحياتهم فيما يخص هذا الصراع الموجود بين تاري الصدري والإطار التنسيقي ولكن أريد أن أعلق على هذه الجزئية فيما يخص الاتفاق للحزبين الكردين على تسمية شخص لرئاسة الجمهورية الآن هناك نوع من التقارب بين الاتحاد الوطني وحزب الديموقراطي ونعتقد إذا هناك نوع من الاتفاق داخل البيت الشيعي وخاصة فيما يخص طرح هذه المبادرة أو خارثة طريق من قبل سماحة السيد الصدر فيما يخص الحل البرلمان والخطوات القادمة وأنا أعتقد ستكون حل حلقة اختيار رئيس الجمهورية أو شخص لرئاسة الجمهورية ممكن يكون سهل للغاية بالتالي أنا أعتقد المعضلة الرئيسية حتى هذه اللحظة هو البقاء على هذه الحكومة الموجودة الإشكال قضية الحكومة الكاظمية أو التوجه نحو حكومة جديدة حسب الرأيي ليس هناك حتى هذه اللحظة نوع من التقارب على حد علمك ما الذي يحمل معه سيد العامري عندما أتى إلى السليمانية وأربيل اجتمع بمختلف الأطراف الكردية أنا أعتقد حسب المعلومات اللدينا كان طرحه طرحا هادئا وسطيا بأنه ليس هناك أينية لدى الإطار التنسيقي التفرد أو المضي قدما بدون نوع من الإجماع الوطني فيما يخص الكرد والشيعة والسنة وكل أطراف السياسية الموجودة ولكن أنتم تعرفون تماما إذا نتكلم بلغة الواقع يجب أن تكون هناك حل حلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لأن المشكلة منذ لحظتها الأولى حتى هذه اللحظة وهذه الإشكالية لعدم الاتفاق بينهما وإلا أنا أعتقد حتى فيما يخص الطموحات للكتل الكردية الديمقراطية وحزب والاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديهم أي مشكلة إشكالية إذا هناك حل مثل ما قلت أو تقارب بين الطرفين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أعود معك سيد مناف وأسألك عن أن هناك لقاء مرتقب بين السيد الصدر وسيد العامري في الحنانة برأيك ماذا سيحمل هذا اللقاء هناك من يقول أنه العامري يحمل معه أصدق إيجابية وهناك أرى مخالفة يقولون بأنه أخفق في هذه المبادرات أولا نعتقد أن السيد العامري لديه مقبولية جيدة لدى السيد الصدر وهذا كان واضح في أكثر من تغريدة حتى في التغريدة التي أجاب بها صالح العراقي على دعوة السيد العامري للحوار كان فيها عتب محب واضح حينما قال له إذا أردتنا أن نذهب إلى الحوار وبالتالي عليك أن تخرج من الإطار وعليك أن تندد بالتسريبات التي خرجت لأحد قيادات الإطار وبالتالي أيضا تحدث عن الضمانات اليوم لقاء السيد هذه العامري بسيد الصدر بالتأكيد سيد هذه العامري كانت لديه مبادرة وهذه المبادرة أنضجها بشكل كبير من خلال لقاءاتها مع زعماء وأركان الكتلة السياسية سواء كان مع السيادة مع السيد الحلبوسي أو مع السيد نسعود البرزاني وأيضا من السليمانية مع السيد قوباد وبالتالي بالتأكيد هناك اليوم إنضاج كبير لمبادرة السيد العامري خصوصا مع الاقتراحات التي قدمت له من هؤلاء الزعماء وبالتالي الوصول إلى المقتوسطية ما فحوا هذه الاقتراحات إذا لم تكن تعلم سيد مناف بعض التسريبات تحدثت مثلا أن سيد نسعود البرزاني نصح باعتماد مبادرة السيد الكاظمي باعتبارها اليوم قد تكون أيضا جزء من الحل والتي دعا فيها إلى جلوس الأحوار الوطني وأعتقد أن السيد الكاظمي سوف يطلق هذه المبادرة يوم غد في إشارة واضحة إلى أن أغلبية الأطراف السياسية اليوم سيكون هناك خضور من التيار الصدري برأيك للقصر الحكومي؟ أعتقد اليوم تار صدري أيضا أوضحها صالح محمد العراقي يحتاج إلى شيئين أساسيين يحتاج إلى أن تكون هناك مقدمات واضحة من الموسى من الإطار الإطار لحد هذه اللحظة يتحدثون عن تشكيلهم للحكومة ويتحدثون عن تمسكهم بمرشعهم وأعتقد هذه رسائل غير إيجابية ويحتاج إلى ضامن حقيقي لتنفيذ مخرجات الحوار بالنتيجة أيضا في حوار وفي وثائق سابقة تم التوقيع عليها لكن لم يتم تنفيذ مخرجات هذا الحوار بالتالي اليوم نحتاج من هو الضامن سوف يكون لتنفيذ مخرجات الحوار خصوصا أن الحوار يراد منه دعني أعود إلى سيد نسيم لأعرف وجهة نظره بدعوة الكاظمي يوم غد المتوقع لحوار وطني شامل هل سيكون هناك ممثلين للإطار سيحضرون هذه الدعوة برأيك هل ستنجح مكونات الإطار بشكل عام كيف تنظر إلى هذه الدعوة بالتأكيد اليوم الإطار لا يوجد مشكلة في مسألة الحوار مع الأطراف الأخرى وحتى مع الأخوة في التيار الصدري لكن اليوم نقطة الأساسية معرفة ماذا يريد التيار الصدري لحد الآن رغبة التيار الصدري هي حل البرلمان وحل البرلمان الكل حتى كتل الإطار أعلنت على أنها مع حل البرلمان لكن كيف يمكن أن يحل البرلمان يجب أن تكون هناك آليات دستورية وأن تكون ظروف مناسبة لحل البرلمان نعتقد أن رؤية الحاج قبل كم يوم وخلال زيارته لبعض الكتل السياسية يجب أن نسير باتجاه تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الأخوة في التيار الصدري على أن تكون هذه الحكومة محدودة بفترة محددة ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات للمرحلة القادمة على الأقل اليوم تنقلنا إلى مرحلة أخرى قد تكون أفضل من المرحلة الحالية أعتقد مبادرة السيد الكاظمي سوف تصب في هذا الاتجاه أعتقد اليوم رؤية الأخوة في التيار الصدري أن أخذوا ضمانات لا نعتقد أن هناك مانع من أجل أن تتشكل حكومة لفترة محددة وأن يتم اختيار رئيس وزراء بالاتفاق فيما بين الإطار والأخوة في التيار الصدري سيد هوشيار أسألك نفس السؤال سابقا وساطات الكرد لم تأتي بأكلها هل تعتقد دعوة السيد الكاظمي المنتظرة يوم غد ستحقق الهدف المرجو أنا أتمنى ذلك صراحة ولكن لا أعتقد لا أعتقد أن يأتي على الأقل التمنيات المرجوة لأن مثل ما قلت سيد الكاظمي هو وحكومته لديهم حالة إشكالية واضحة جدا فيما يخص الإطار التنسيقي وهناك اتهامات متبادلة فيما مضى خاصة كان هناك نوع من الأصوات داخل الإطار التنسيقي بأن الإخوان في التيار الصدري يدافعون عن يبقى على الكاظمي أو ما إلى ذلك وبالتالي أنا أعتقد الخطاب فيما يخص الإطار التنسيقي واضح جدا اتجاه سيد الكاظمي ولكن يجب أن تكون هناك على الأقل دور فيما يخص هذه المؤسسات الوطنية الحكومة حتى رئاسة الجمهورية يعني أنا ملاحظتي الكبيرة فيما يخص الدور للمؤسسات الوطنية كحكومة رئاسة الجمهورية حتى البرلمان يعني يجب أن تكون هناك للخروج من هذه الأزمة الخانقة تكون هناك دور سواء للحكومة الحالية صحيح تصريف أعمال أو الرئاسة الجمهورية أو حتى البرلمان يجب أن تكون هناك التوجه من خلال المؤسسات الوطنية للخروج بحل وطني وفق العاليات الدستورية نعم أعود معك سيد مناف وأسألك هناك مخاوف تتحدث عن احتمال وجود تصعيد إذا لم تسير الأمور على ما يرام واندلاع حرب أهلية حرب شيعية شيعية في الشارع العراقي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقبا حتى اليوم في كلمة للكاظمي قال بأن إيقاف التصعيدين الشعبي والإعلامي وترك المساحة للأطروحات الوسطية وتفويت الفرصة على متصيدي الفتن هل تتفق مع هذه الرؤاء أم نحن بعيدون عن هذا التصعيد لا أرد طبعا هي ملامح التصعيد موجودة لكن بالنتيجة أعتقد اليوم أن سيد صدر دائب الذي أثبت بأنه مع المصالح الوطنية مع حماية حظ السلم المجتمعي مع مصالح المواطنين مع وجود أيضا المعتدلين في الطرف الآخر أعتقد أن هذا الموضوع إلى من أشار إلى أنه هناك مؤمن يحاول الإساءة للسلم الأهلي بالنتيجة محاولة التصعيد ومحاولة تصدام مثلا طرفين أو شارعين بالتأكيد هي بالنتيجة تؤدي إلى حدوث حرب أهلية أو تؤدي إلى خلق للسلم المجتمعي وبالتالي تجنب اليوم أعتقد أن تأجيل التظاهر المليونية هي رسالة واضحة منها سيصدر وهي رسالة إيجابية يفترض أن تقرأ من بقية الأطراف ويفترض أن يتعامل معها بشكل جيد طيب سيد نسيم رأيك هناك خوف من حرب أهلية وتصعيد هل تتفقون مع هذه الرؤية أم هناك مبالغة في الطرح حقيقة هو التصعيد موجود حاليا لكن نعتقد اليوم سماح السيد مقتدر الصدر أطلاقا لا يسير في هذا الاتجاه ولا الأطراف الأخرى في الإطار هناك مرجعية دينية رشيدة في النجف أعتقد اليوم قد تكون هناك خطوات من بعض الأطراف فيما بين الإطار صدر خطوات تصعيدة لكن هم يسيرون باتجاه استخدام الطرق السلمية واستخدام الطرق الديمقراطية بالتالي لا نعتقد بأن هناك تصعيد سوف يصل إلى مرحلة الصدام والصراع المسلح لا سامح الله نعتقد بأن الكل سوف يجنح إلى المفاوضات أولا وآخرا وأعتقد بوادر الحل هي ظهرت قبل يوم وبالتالي نعتقد بأن الحل السلمي والمتوقع بأن سوف يتم تشكيل الحكومة لمرحلة مؤقتة مهمة الحكومة القادمة هي إجراء انتخابات والخروج من المأزق الحالي شكرا لكم ضيوفي الكرام كنت معنا من بغداد البحث في الشأن السياسي نسيم عبدالله وأيضا السيد مناف المسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية كما أشكر ضيفي من أربيل عضو مجلس النواب السابق والسياسي المستقل هوشيار عبدالله ممتنى لكم على الحضور